منورين القناة والله وشكرا لكل واحد فيكو بيقدر مجهوده فيلم النهاردة اسمه One Flew Over The Cocos Nest أو طارة فوق عش المجانين وده فيلم من 1975 قصتنا بتبدأ بميس ريتشد وهي دخل شغلها في مستشفى المجانين وبتسلم على الموظفين بكل برود وبتخش مكتبه والموظفين بيبتدوا يعملوا شغلهم اليوم والممردة بتقول في الميكروفون ان وقت الدوة جاه وبتشغل مازيكه وبعدها المرضى كلهم بيجو ياخدوا الدوة بتاعه في نفس الوقت اللي بيجي مجنون جديد للمستشفى وبيبقى باين عليه الجنون زي انه بيتحك كتير من غير سبب وبيعلي صوته وبيتنطط فبيدخلوه مع المرضى وبنعرف ان اسمه ماك ميرفي واول ما دخل بدأ يتعرف على الناس اللي في المكان وبيتطرق على راجل ضخم هندي ما بيسمعش وما بيتكلمش وبيقعد يتنطط قدامه وبيعمل حركاته الهنود الحمر في نفس الوقت اللي بيلعب فيه باقي المرضى كوتشين فبيروح لهم وبيبقى ماسك في ايده كروت برضو وبيرعب بيها لكن بتبقى مليانة صور ففيه واحد مركز مع الكروت دي فبيسأله انت بتحب تبص على كروت الناس فبيجاوا بيقول له اه وبيوريه ماك ميرفي كارت معين بيشد بانتباهه وبيخليه قوم يمشي غراء وواحد من اللي قاعدين بيبقى هيعاية انهم مش هيكملوا لعب وبياخد واشنطن ماك ميرفي لدكتور راندل عشان يقيمه هو مجنون ولا لا وبنعرف انه كان بيتخانق كتير وانه جاي من السجن وفيه فسجله اعتقالات كتير بسبب احداث شغب كتير دكتور بيقول له التقارير بتقول انك بتزايف جنونك عشان ما تقضيش الاشغال اللي عليك وهنا ماك ميرفي بيسأله عن رأيه هل هو شايفه بيدعي الجنون؟ ما بيردش الدكتور عليه وبيسأله هل انت شايف ان فيه مشكلة في عقلك؟ ماك ميرفي بيقول له ولا فيه اي مشكلة في عقلي وانا معجزة العلم الحديث فالدكتور بيعرفوا انه هيقعد معاهم فترة عشان يقيموه ويدرسوه ويحددو اللي هيحصل معاه بعد كده وبنروح لميس ريتشيد اللي بتبدأ جلسة بيكون قاعد فيها المجانين وبتقول انهم وقفوا الجلسة اللي فاتت عند كلام السيد هاردنج وإعلاقته بامراده وانه ما كانش مرتاح لان مراده بتشد انظار الرجالة في الشارع وانه قال لها انه مش عايز يشوفها تاني وانها خانته وبتطلب من سيد سكانلون انه يبدأ الكلام النهاردة بس ما بيرضاش فبتسأل بيلي فبيقول لها لأ فبتقول له انها عايزة تكتب في كتابها انه هو بدأ يتكلم في الجلسة ولوله مرة واحدة فبتسأل شزوك فبيقول له انا وبيبقى هيعاية وبيشاور لأ فبتقول لهم يعني مفيش راجل واحد هنا عنده رأي في الموضوع ده فبتوجه هي كلامها الهاردنج وتقول له انت قلت في كذا مناسبة انك بتشكه في مرادك وانها على علاقة برجالة تانية انت ليه بتشكه في مرادك فبيقول لها انه خمن الاسباب اللي خلت مراده تخونه فبتسأله طب انت عمرك خمنت انك غير صبور مع مرادك عشان هي ما تعرفش تتعامل مع مشاكل عقلك فبيقول لها ممكن بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن اخمنها هي ان لأي حياتي الخاصة مع او من غير مراده وبيبتدي يقول كلام كبير محدش بيبقى فهمه من القاعدين بعدها بيطلب منه واحد انه يسيبه من الكلام الغريب ده ويخش في الموضوع على طول فبيتعصب ويقول لهم انه مش بس بيتكلم عن مراده هو بيتكلم عن حياته ومش بس حياته لا دي حيات الجميع وبيتكلم عن ربنا والشيطان والجنة والجحيم وبيسألهم فهمتوني اخيرا فبيرد عليه نفس الشخص وبيقول له اه فهمنا انك غبي بعدها كل اللي في الاجتماع بيتكلم كلام غير مفهوم وبيقعد مك ميرفي يضحك عليهم ويشزو كعايت ويقول له كلهم ضدك واوقات بيبقوا ضد انا كمان فبيطلب منه هاردنج انه ياخد الامور ببساطة وما ياخدش صفه وبيرجع يزعق في كل اللي قاعدين والجلسة بتخلص بعدها بيطلعوا بره وبيسأل مك ميرفي الهندي هلو ولاعب سلة قبل كده وبيعلموا بالاشارة وطلب منه انه يقف تحت السلة ويمسك الكورة ويرفع ايده وبعدها ينط ويرمي الكورة لكن بيبقى مش فهمه فبيروح يطلب من بنسين يشيله ويروح ياخد الكورة منه ويحطها هوا في السلة وطلب من الهندي يقلد ويعمل زيه لكنه فضل ماسك الكورة وما تحركش برضه بعدها بيخش ويلعبوا كوتشينا على رهان والرهان بيبقى على سجاير وهنا بيعلمهم مك ميرفي ازاي يلعبوا لكن مارتيني ما بيبقاش فيه وبيقعد يقطع السجاير ويحاول يراهم بيها لحد ما بيجي وقت الدواء وبيخش مك ميرفي عند الممرضة لكن ريتشيد بتيجي وتعرفوا ان المرضى ماينفعش يكونوا هنا وبتخرجوا بره فبيكلمها ويقولها انها توطي صوت المزيكة شوية عشان يعرفوا يتكلموا مع بعض لكن هي بتقوله ان المزيكة لكل الناس وان لو هي وطتها فيه ناس كبيرة مش هتسمع الصوت وبتديله الدواء وفي الاول ما بيبقاش راضي ياخده لكن بتهدده ان لو ما خدوش هيشوفوا طريقة تانية يدولوا بيها الدواء فبياخدوا ولكن بنعرف بعدها انه ما خدوش وانه خبا تحت لسانه وما برعوش وبيراهن المرضى انه في خلال اسبوع هيعمل مقلب في ريتشد بعدها بيقعدوا في الاجتماع تاني وبتكون ريتشد عايزة تتكلم زي المرة اللي فاتت عن مرات هاردي لكن مك ميرفي بيطلب الكلام وبيطلب انهم يغيروا النظام بتاعي اليوم ويشوفوا ماتش لكن ريتشد بيطلب انهم يصوتوا على انهم يغيروا النظام وبيبدأوا التصويت لكن تلاتة بس هما اللي بيرفعوا قديهم فما بيتفرجوش على الماتش بعدها بيروح العنبر يرشوهم بالمية وبيستفزوهم ويقولوهم انه كده كده هيروح يتفرج على البطولة فبيقولوله اكيد مش هتعرف فبيقولهم انه هيرفع صندوق المية التقيل ويرميه على الشباك ويخرج يشوف الماتش وبيرهنهم على ده وبيحاول يشيله لكنه بيطلع تقيل جدا ومبيقدرش يشيله وبيقولهم بس على الاقل حاولت وفي الاجتماع تاني يوم بيتكلم بلي وبيحكي عن حبيبته وازاي انه طلب منها الجواز بس ما بيبقاش عارف يجمع كلامه فبيضحكوا عليه وريتشت بتقوله انه مامته ما قالت لهاش على الكلام ده وان دي كانت المرة الاولى اللي حاول ينتحر فيها وهنا بيتدخل جيزوك وبيقولها انه لو بيلي مش عايز اتكلم ليه بتضغطي عليه ليه ما نعملش حاجة تانية دلوقتي زي اننا نشوف ماتش بطولة العالم زي ما قال مك ميرفي وطلب انهم يعملوا تصويت تاني وبتعمله وبيرفع كل اللي موجودين ايديهم اللي هم تسعة ولكنها بتقولهم انه فيه 18 واحد هنا وتسعة بس هم اللي وفق فبيقولها مك ميرفي ناس تانية؟ ناس تانية مين اللي بتتكلمي عنه؟ مفيش حد ينفع نتكلم معاه هنا تاني فبيبتدي يلف على البقيين ويحاول يخلي حد يرفع ايده عشان يبقى اغلبية لكن ما بينجحش يخلي حد يرفع ايده في النهاية ووقتها بتقول ريتشت ان الاجتماع خلص وممكن يعمله تصويت تاني بقت لكنه بيطلب دقيقة بس وبيروح للهندي ويطلب منه ان يرفع ايده وانه فرصتهم الاخيرة فبيرفع ايده وبيبقوا كده عشرة لكنها قالت له انهم كانوا تسعة بس لما الاجتماع انفض وما شغلتش التلفزيون فبيروحوا قدام التلفزيون وهو مطفي وبيعود يعلق كأنه مطش جغال والمرضى بيتجمعوا حواليه وبيتحمسوا معاه وبيحتفلوا كمان وبتطلب منهم ريتشت انهم يوقفوا اللي بيعملوا ده لكنهم بينفضوا له وبيكملوا اللي هم بيعملوه بعدها بيروح مك ميرفي وبيطلب من الزعيم انه يقف جنب الصور وبيقفوا ايه وبيخرج برة وبيركب الاوتوبيس مع اللي ما اسمح لهم يخرجوا من العنبر وبيسوق بيهم وبيمشي وبيعدي على واحدة صاحبته اسمها كاندي وبياخدوها معاهم وبيروحوا يركبوا مركب كأنهم ده كثرة رايحين يصطدوا سمك وبتحركوا في البحر وماك ميرفي بيخلي شزوك هو اللي يسوق المركب والباقي بيدلهم الطعم والسنانير وبيقول لهم يصطدوا ازاي في نفس الوقت بيروح بيلي يفتح كلام مع كاندي ويقول لها ان شعرها جميل وعنيها حلوة وبيسيبهم ماك وبياخد كاندي من بيلي وبيعملوا علاقة في القوضة وبيسيبوا كلهم اللي في ايديهم ويروحوا يتفرجوا عليهم حتى شزوك بيسيب سواءة المركب فبتبعد عن طريقة وفي نفس الوقت بيصطدوا سمكة كبيرة وبيرجعوا بالمركب وبيبقى فيه ناس كتير مستنياهم وبيرجعوا المصحة وفي يوم كل المجنين بيروحوا يلعبوا سلة ضد الممرضين وبيبقى الهندي بيلعب معاهم وبيروح يوقفوا مك ميرفي تحت السلة رافع ايده وبيبدأوا اللا وبيحاول يخليهم يلعبوا كويس وبيقول لهم يتحركوا ازاي وهنا بيكسب فريق المجنين وبيخسر الممرضين وبيروحوا المرضى حمام السباحة وبيستفز واشنطن مك ميرفي وبيعرفوا انه هيفضل في المصحة دي لحد ما يقرروا يخرجوا وانه مش هيخرج زي ما هو كان فاكر بعد 68 يوم وفي الاجتماع اليومي بيسأل ريتشد عن انهم ازاي هيخلوه في المصحة لحد ما يحسوا انه بجنن كفاية وبدل ما بتجاوب عليه بتسأل هي هل حد يقدر يجاوب عليه؟ ومحدش بيرد فبيقول لهم انتوا سبتون يعمل مشاكل مع الممرضات وانتوا عارفين ايه اللا هيحصل وبيعرف ان فيه ناس منهم متطوعين عشان يبقوا في المكان ده فبيتعصب وبيزعق ويقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا وشيزويج بيفضل يقف كل شوية وبيطلب سجايره ومحدش بيرضي الدهاله فماك ميرفي بيقول لهم حد يدي له سجاير لكنه بيزعق ويقول له انه مش عايز اي سجاير هو عايز سجاير هو وبيسأل ريتشد ليه بتخلي سجايرنا في الدرج بتاعك وتديني علبة بس لما يجيلك مزاك لكنها مبترضاش ترد عليه غير لما يهدى وبتقول لهم ان ماك ميرفي عامل نادي امار وانهم كلهم بيخسروا السجاير في الرهان وفلوس كمان بيجي واشنطن عشان يمسكه لكن الهندي بيمسكه وبيبعده عنه لكن بعدها بيتمسكه هما الاتنين وبياخدوهم ومعاهم شيزويج على مكان تاني وبياخدو شيزويج يدخلوه قوضة وهنا ماك ميرفي بيطلع لبانه وبيديها للهندي اللي بيرد عليه ويقول له شكر فبيعرف انه بيتكلم وبيسمع فبيقول له يعني انت تحكت عليهم كلهم وبيقترح انهم يروحوا كندا ويهربوا من المكان ده وقتها بيطلع شزويج وبيبقى نايم على النقال وبينادو على مك ميرفي وبيدخلوه القوضة وبيربطوه بيكهربوه وبيرجع العنبر وبيبقى باين عليه قصار الكهرباء ومبرق ومبيتكلمش لكن بيبقى عامل مقلب فيهم وبيعود يهزر معاه وبتقول له ريتشيد لو عايز تاخد النهاردة اجازة من الاجتماع عادي لكنه بيقول لها انه بيحب الاجتماع وبيقعد معاه وفي يوم بييجي الكريسمس وبيبقى العنبر فض فبيروح ماك للتليفون وبيكلم كاندي وبيقول لها على حاجة تعملها بعدها بيروح للهندي وبيقول له انه ما بقاش مستحمل اكتر من كده وهنا بيحكيله الهندي عن ابوه وازاي انه اخر مرة شافه كانت عامة من الشرب وانهم قتلوه زي ما بيقتلوه بانهم يكرهوك بس وبيروح ماك عشان يشوف كاندي لكن الحارس بيشوف وبيقول له يرجع لسرير وبعدها بيشوف كاندي وصحبتها فبيديله ماك فلوس عشان يدخلهم جوه وبيسيب ماك صاحبة كاندي مع الحارس وبياخد كاندي وبيخرجوا وبيصح المرضى كلهم وبيشغلهم مزيكة كمان وبيعملوا حفلة لكن في ممرضة رجعت فبيستخبوا كلهم وبيطلع الحارس هو يكلمها ويمثل عليها هو وصاحبة كاندي انهم بيعملوا علاقة بعدها بيرجعوا للحفلة تاني وكل واحد بينبسط بطريقته وبيلي بيفضل مع كاندي يرقصه وبعدها ماك بيروح ياخد المفتاح من الحارس وبيبقى هيمشي وبيودعهم وبيطلب من بيلي انه يجي معاه لكنه بيقوله انه مش جاهز لسه وساعتها ماك بيقوله انه هيبعط له عنوانه لما يروح كندا ولما يبقى جاهز يجيلي فبيسأله هي كاندي رايحة معاك واذا كان هيتجوزها ولا لا فبيقوله بتسأل ليه هو انت عايز تعمل معها علاقة وهنا بيتكسف فبيقرر انه يساعده ويخليه يعمل علاقة وبيدخلوا كلهم قوضة وبيسيبوه معاها وبيمشوا والصبح بيجي الممردين كلهم وبيبقى كل المجانين على الارض نايمين والعنبر كله مكسر ومليان حاجات من احتفالات مبارح وبتبقى ريتشد متعصبة جدا وبتخلي كل الممردين يشوفوا لو في حد نقص وبيبقوا كلهم موجودين معا دابيلي بيبقى في قوضة معاك اندي فبكل بروت بتكلمه وتقوله هو انت مش حاسس بالعار من اللي انت عملته وهتعمل ايه امك لما تعرف فقال لها مش لازم تقول له فقالت له انه هي ومامته صحاب وكان لازم يفكر في ده قبل ما يعمل كده مع البنت وهددته ففتن ان ماك هو اللي عمل كل ده ودخل البناي فبتقول لهم ريتشد انهم يروحوا عشان يستحموا وبتروح المكتب وبينتهز ماك والهندي الفرصة دي ويحاولوا يهربوا لكن واشنطن بياخد باله وبيجي عشان يمنعها في نفس الوقت بيسمعوا صويت وممردة بتجري وبيطلع ان بيلي انتحر لكن ريتشد ما بتبقاش مهتمة وبتقول لهم انهم هيكملوا نفس الجدول اليوم فما بيستحملش ماك وبيمسكها وبيحاول يخنقها وبيبقى خلاص هيموتها لحد ما بيجي واشنطن وبيضربوا وبيمنعوا من انه يعمل كل ده وبعدها بيرجع كل المجانين لوضعوهم الطبيعي لكنهم بيفضلوا يتكلموا عن ان ماك هرب وانه ضرب الحراس قبل ما يهرب وفيه اللي بيقول انه في الدور العلوي وهو وديع وما بيتكلمش خالص بعدها بيرجع ماك للعنبر وبيبقى ما بيتكلمش خالص فعلا وهنا بيقرر الهندي انه مش هيسيبه كده في الحالة دي وبيحط المخدة فقراسه وبيكتم نفسه وبيموته وبيموت مك ميرفي وبيروح الهندي لصندوق المية وبيشيله وبيروح ناحية الشباك وبيرمي عليه وبينجح فعلا انه يهر وهي دي نهاية قصتنا النهاردة كان معاكم محمود ابو شايد لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان شوفوا افلامنا الجاي يوكوا جميل